بعد عامين من الخلافات التي بدأت خلال الانتخابات النيابية أقال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل عضو التيار ونائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب من التيار وسائل إعلام لبنانية أفادت أن جبران باسيل أقال بالفعل بوصعب من عضوية التيار الوطني الحر وأن الأخير لم يشارك منذ أشهر في اجتماعات الكتلة البرلمانية للتيار وأعاد قرار فصل إلياس بوصعب من التيار الوطني الحر فتح ملف الخلافات داخل التيار مع نواب وقيادات حزبية وذلك إثر الخلافات التي ظهرت إلى العلن في فترة الانتخابات الأخيرة وعكست تأزما داخل التيار وأفضت إلى استقالة أو إقالة أو استبعاد ثلاثة نواب سابقين وتحدثت تسريبات أن قرار فصل إلياس بوصعب يعود إلى خلافات كبيرة بينه وبين باسيل ورفضه للنهج الذي يتبعه الأخير وقيامه بتشكيل مجموعة معارضة لخيارات رئيس التيار وقراراته مع عدد آخر من النواب وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن هناك نحو خمسة نواب من الذين يعتبرون من مؤسسي التيار الوطني الحر يعارضون توجهات باسيل الرئاسية وبعضهم يطرح فكرة ترشح أحدهم لرئاسة البلاد بدلا من البحث عن مرشحين من خارج التيار ترجمة نانسي قنقر